كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استسماع عقلك بهالفيديو راح نحكي على أهم أزواج الفوريكس أيضا راح نحكي عن الذهب على النفط شو أهم الأخبار منتظرتنا أيضا حركة جدا قوية راح تحصل هالأسبوع بسبب الأخبار قوية كل هذا راح نقشه بالفيديو إذا هول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد قناتنا مهتمة بتداول الفوريكس أيضا تداول العملات الرقمية هاي الصفقة أصدقاء من حسابي الشخصي إذا بتشوف النتائج مرضية أتمنى منك تشترك عن طريق رابط إحالتنا منصة أكسنس ياللي راح تشوفه بالوصف وهذا بأهلك لحتى تدخل معنا بشكل مجاني تماما مجموعة التوصيات مجموعة توصياتي اللي منزل عليها أغلب الإشارات اليومية سواء للدهب للنفط أزواج الفوريكس لكن اتذكر صديقي أهم من هذا كله هو إدارتك الصارمة لحسابك إذا ما كان عندك إدارة لمحفظتك للأسف راح تخسر معنا صديقي لازم تلتزم بتعليماتنا وتلتزم بإدارة المحفظة بعد ما توصق حسابك توضع رمز الشريك أسفل بريد الإلكتروني وأسفل كلمة السر وتوصق حسابك وتعمل إيداع تواصل معي حتى يتم إضافتك خلينا نتقل للتفاصيل أولا أصدقاء خلينا نبدأ بالدولار شفنا عدة بيانات سلبية من أهم هاي البيانات السلبية هو تصريحات عضو الفيدرالي الأمريك رفائل بوستيك هالتصريحات هاي دعمت ارتفاعات الدهب وأيضا عطيت نوع من السلبية للدولار أهم هاي التصريحات حكا هو أنه لا أرغب برفع الفائدة مجددا أيضا هو ممتن لانخفاض معدل التضخم لكن العمل لم ينتهي بعد الفيدرالي يناقش الآن بفاعلية سياسته للفترة القادمة الآن ليس وقت مناقشة تغيير هدف التضخم لكن حكا هو أنه لا يوجد أي رغبة برفع الفائدة مجددا وفتح الباب أمام انخفاض معدل الفائدة تصريحات مثل هاي عدم رفع الفائدة مجددا بالتأكيد رح تكون سلبية على الدولار اقتراب القضاء على التضخم كل هاي رح تكون سلبية للدولار الدولار أصدقاء عند نموذج جدا مهم في حال كسره وتدولنا بشكل صريح أسفله ممكن نتوجه لهدفنا 102.8 وممكن تتعمق السلبية في حال كسرنا النموذج للأسفل لكن في حال كسرنا للأعلى وثبتنا أعلى مستويات 104.20 هاي تعتبر إشارة إيجابية لاستكمال صعود الدولار الدولار عند مفترق طرق لا سيمة أنه هلأسبوع عندنا أخبار جدا مهمة أهم هاي الأخبار أصدقاء رح تكون يوم السلساء مؤشر مديري المشتريات الخدمة أيضا رح يكون عندنا يوم الأربعاء التغير في قطاع خاص غير الزراعي أيضا رح يكون في عندنا شهادة لجيرنبول رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي أيضا يوم الخميس رح يكون عندنا معدل الشكاوي من البطالة وأيضا شهادة أخرى لجيرنبول ومؤتمر صحفي لجيرنبول يوم الجمعة رح يكون عندنا صدور تقرير متوسط الأجور في الساعة أيضا تقرير التوظيف في القطاع الخاص إذن بيانات جدا مهمة لازم ناخد حذرنا منه ولازم توضع كل احتمالات أثناء تداول هذا آخر يوم تداول أصدقاء للأسف كان عنا ضرب ستو بلوز للباوندين الباوندين اقترب من مناطق الشراء الشراء بهدف السكالبينج أصدقاء بنصح فيها أنا مضاربة سكالبينج بأهداف تتراوح من 50 نقطة لل 70 نقطة هي 188.90 إلى 188.50 للأسف كان عنا صفقة خاسرة وهي ردنا للأشخاص اللي بيحكوا أنه ما بنذكر إلا الصفقات الرابحة دولار ين أصدقاء بآخر تحليل حكينا في حال صعد لمستويات الـ 151.50 وعاد أسفلها ممكن يكون عنا فرصة بيع لكن للأسف الأسبوع الماضي ما شفنا أي تحرك أي اختراق لمناطق الـ 150.60 ما شفنا أي ثبات على هالمستوى هذا بتبقى هي منطقة بيعية ممكن نستهدف فيها مناطق الـ 148.80 للـ 148.40 هاي المنطقة المستهدفة راح نشوف رد الفعل السعر من عند هديك المنطقة أيضا إذا منشوف النفط أصدقاء شفنا آخر شمعة يومية عملتنا أعلى أغلاق من فترة طويلة لحنا أمام منطقة مفصلية منطقة الـ 80 دولار سبات واستقرار على الـ 80 دولار ممكن يفتح أمامنا أهداف تتراوح مبدئيا 82 دولار تاني هدف ممكن يعطينا 84 دولار وعلى المدى المتوسط ممكن نوصل لمناطق 86 دولار لكن بحاجة لأستقرار تحويل منطقة 80 دولار لدعم لحنا أيضا ما ننسى أن التوترات الجيوسياسية لحد الآن مستمرة وأي أخبار عن هدنة ممكن يأثر بشكل سلبي على النفط في حالا رفضنا بشكل واضح مناطق 80 صار عنا إشارات برايس أكشن بيعية بها المنطقة هاي نرفضنا من 80 واستعدنا مناطق 79.50 سنت كمناطق مقاومة ممكن نتوقع موجة هبوط على النفط تستهدف مناطق 72 على المدى المتوسط إذن الهدف هدف الربحي في هالمنطقة هاي هدف طويل رح يكون مقابل رزق مخاطرة قليل رح يكون يعني إذا أنت رح تاخد صفقة بيع رح يكون عندك أنت وقف الخسارة على مناطق ال81 رح تستهدف ال72 لكن مثل ما حكينا أهم شي نشوف انعكاس ونشوف إشارات بيع ورح نشوف كيف رح يفتح النفط وكيف رح يبدأ أول أيام تداولاته الدهب أصدقاء تشوفنا صعود بآخر يوم بسبب التصريحات السلبية على الدولار وبسبب أيضا انخفاض في أسهم البنوك الأمريكية هذا اللي وضحته بآخر فيديو عن الدهب يوم أمس لازم نحذر جدا أصدقاء لحنا وصلنا لمنطقة بيعية على الرغم من الزخم الكبير على الدهب لكن وصلنا لمنطقة بيعية اللازم نحترمها المنطقة البيعية تمتد من الـ 2080 إلى الـ 2096 في حال الدهب ما قدر يخترق لنا 2096 تبقى منطقة بيعية رح نستهدف فيها مناطق الـ 2065 إلى الـ 2060 هاي المنطقة أصدقاء أنا وضحت لكم إياها أنه هي منطقة مفصلية هاي اللي رح تحدد هل رح نتجه لتصحيح من درجة سعرية أعلى ولا ممكن نرتد من هالمنطقة هاي ونرجع نعيد اختبار مناطق الـ 2088 هاي المنطقة في حال سبتنا أسفلها وفي حال كانت موجة الهبوط قوية موجة دافية على الأسفل ممكن نتوقع كسر هالمنطقة واستهداف مناطق الـ 2020 كهدف أول وممكن نوصل لمناطق الـ 2000 كهدف تاني لكن خلينا ما نستبقى الأحداث في حال قررت البيع من هالمنطقة هاي أنا يلي فضله صديقي ركز على السيناريو ناخد سيولة أعلى القمة هاي في عنا سيولة أعلى مناطق الـ 2088 أتمنى مع افتتاح الأسواق العالمية أنه نكسر هالقمة هاي ناخد سيولة ونرجع نهبط أسفل مناطق الـ 80 هون أنا ممكن نفكر ببيع الدهب وستو بلوز رح يكون 2096 يعني ناخد سيولة أعلى هالمنطقة هاي ونرجع نهبط هذا أول سيناريو ممكن ناخد فيه فرصة بيع لكن تاني سيناريو ممكن يصعد الدهب بقوة يستقر أعلى الـ 2096 يأقفل عليها يأكدها كدعم يختبرها للأسف ما منقدر نبحث عن صفقات بيع إلا لحتى نفقد مناطق الـ 2088 بعد ما نوصل له المنطقة ونفقد الـ 2088 ممكن ناخد صفقات بيع هاي السيناريوهات على الدهب أصدقاء أتمنى تكونوا تستفادوا من فيديوهاتنا إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر